قام سمو اللواء الركن شيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي يوم أمس بزيارة أكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة حيث التقى سموه بالأمير أدوارد إير ويسكس نجل الملكة إليزابيث واللواء الركن دانكن كابس أمير أكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية وقد شهد سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي حفل إزاحة الستار عن النصب التذكاري لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال إيرلندا بمناسبة ذكرى مرور سبعين عاما على تولي جلالتها للعرش في المملكة المتحدة وأكد سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي على عمق علاقات صداقة المتميزة والتاريخية الوثيقة التي تربط مملكة البحرين مع المملكة المتحدة وما تشهده تلك العلاقة من تطور على مختلف الأصعدة وفي كافة المجالات خاصة ما يتعلق منها بتبادل الخبرات والتعاون في المجال العسكري بعد ذلك التقى سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بعدد من مرشحي الضباط من مملكة البحرين الدارسين في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والسداد واجتياز مراحل الدورة بنجاح كما حثهم سموه على أهمية الاستفادة من كل ما تقدمه الأكاديمية من برابج ومناهج عسكرية وتدريبات عملية كما أشاد سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بمسيرة التطور والدور البارز الذي تطلع به أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في مجال إعداد الضباط وسقلهم بالعلم والمعرفة لتواكب التطور والتقدم العلمي والتكنولوجي في مختلف العلوم العسكرية حضر الزيارة مع الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة ترجمة نانسي قنقر